اهلا بكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل عزيز المشاهد انت من اي طربة نوع الطربة بتاعتك ايه كان السيد المسيح بتكلم كتير بامثال تحقيق للنبوة اللي عليه افتح بمثل فمي وزيع الغازا منذ القدم ده في مظمور 78 المسيح كان بتكلم بامثال علشان يفهم شعب الرسالة اللي عايز يقولها وده في انجيل لؤة في مثل بيقول فلما اجتمع يسوع جمع كثيرا ايضا من الذين جاءوا اليهم من كل مدينة قال بمثل خرج الزارع ليزرع زرعه وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداسة واكلته طيور السماء وسقط اخر على السخر فلما نبت جفة لانه لم تكن له رتوبة وسقط اخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وخرقه وسقط اخر في الارض الصالحة فلما نبت صنع فمرا مئة ضعف قال هذا ونادى من له اذنان للسمع فليسمع ايه المعنى الكلام ده؟ كلام ده معناه ان كلام الله هيقع على الطريق زي ما قال لانواع مختلفة من الناس هتختلف تأثير كلمة الله باختلاف الفرد الشخص يعني ورد فعل الناس اذا سمعت كلمة ربنا البزور اللي وقعت على الطريق زي ما جيه في المثل هم الناس اللي حاطف ترفض بشارة الانجيل طيب البزور اللي وقعت على الصخر لما نبت لم تكن رتوبة للبزور دي الناس دي هتقبل المسيح واول ما تحصل مشكلة او الطهاد حينكره المسيح طيب البزور اللي وقعت في وسط الشوك ونبت ونبتت في وسط الشوك وخنقته دول الناس اللي حيقبلوا السيد المسيح بس هو مش هيكون اهم شخصه في حياته لكن حتكون اولوياتهم في مشاغل الحياة اما بقى البزور اللي وقعت في ارض صلحة ونبتت سمر مئات ضعف دول الناس اللي قبلوا السيد المسيح في قلوبهم وتعليموا وتغيروا وبشروا بيه للاخرين يا ترى انت لما سمعت عن السيد المسيح هتكون من اي نوع من اي تربة عزيزي المشاهد اتمنى انك تكون من نوع التربة الصلحة اللي تقبل المسيح لان المسيح هو الحل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة